شهدت محافظة البحيرة لانطلاق التجريبي لمبادرة التوعية بأهمية ريادة الأعمال ودور ريادة تنموية في بناء الجمهورية الجديدة تأتي المبادرة في إطار الارتقاء بمستوى التعاون ما بين محافظة البحيرة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في ضوء توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 عندنا شباب مبدع الحقيقة من جمع الضمنهور ومن القرى ومن نجوع عندهم أفكار وعندهم مخرج مبدأي ومنتجات لازمهم بس شوية تدريب شوية توعية فيما يخص التمويل وطرق الحصول على التمويل وإزاي ينمي المشروع ده وإزاي أكبره وإزاي يبقى رائد أعمال صحيح حقيقي بنستهدف إن شاء الله مئة ألف من شبابنا في ريادة الأعمال ومشارات الصغيرة ومتنانات الصغر على مستوى العشرين محافظة من المحافظات المستهدفة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنتكلم على حزمة من الحوافز والتشجيع اللي يحصل ليهم من خلال شركائنا الرئيسين أنا مشروعي بعمل مفارش سرير وستائر ونموسياء بحاول أن أطور من نفسي بحضر محاضرات وبتعلمت النهاردة من المدرب أني أزاي أطور مشروعي بفي نظام شوية في المشروع استفدت منه في التسويق